اهلا بكم من جديد كشفت البيانات الخاصة بالنشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي لشهر اكتوبر 2019 عن ارتفاع السيولة النقدية حيث بلغت 13 مليون و 600 ألف دينار في نهاية شهر اكتوبر من عام 2019 مقابل 12 مليون و 300 ألف دينار في نهاية شهر اكتوبر من العام الماضي بزيادة قدرها 10% كما بيّنت الاحصائيات ارتفاع اجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام في نهاية شهر اكتوبر والذي يشمل سندات التنمية الحكومية وأذنات الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية وصكوك السلم الإسلامية بزيادة قدرها 2.6% وأظهرت البيانات ايضا ارتفاع الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بزيادة قدرها 6.3% وعكست البيانات ارتفاع قيمة إجمالي القروض وأتسهلات الأتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة بنسبة 4.5% أطلق عدد من البنوك الإسلامية في البحرين مبادرة وطنية لتأهيل ألف خريج بحريني للعمل في القطاع المصرفي وخارج القطاع المصرفي انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية في المساهمة في الجهول الوطنية الكبيرة وتعكف البنوك الإسلامية المشاركة على وضع الترتيبات اللازمة لإطلاق برامج تدريبية متكاملة تستوعب نحو ألف الخريجين البحرينيين لتأهيلهم للعمل خلال سنوات الخمس القادمة وستتراوح مدة البرامج التدريبية ما بين ستة أشهر إلى سنة وفقا لاحتياجات البنوك ويأتي إعلان البنوك المشاركة عن هذه المبادرة الوطنية متزامنا مع احتفالات البنوك في البحرين هذا العام بمرور مئة عام على تأسيسها ولتؤكد بذلك على دورها الريادي والتاريخي في تعزيز وتقدم الاقتصاد الوطني تنظم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معرض التوظيف الشام اليومي الأول وثاني من ديسمبر المقبل في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وذلك بمشاركة 450 منشأ من القطاع الخاص وتستهدف توظيف أكثر من 2500 باحث عن عمل وذلك برواتب مجزية وسيشارك في المعرض شركات ومؤسسات عاملة في القطاعات المالية والمصرفية وتجارة التجزئة وقطاع الضيافة والسياحة والفندقة إضافة إلى قطاع التعليم الخاص والقطاع الصحي الخاص قامت لجنة الأسواق التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الإدارة عبد الحكيم الشمري وبالتعاون مع بلدية المحرق بزيارة ميدانية إلى سوق المحرق المركزي وتم خلال الزيارة للطلاع على خطة تطوير السوق بالإضافة إلى آلية تشغيل المرافق من قبل الشركة المشغلة وأكد الشمري بأن المرافق الموجودة في السوق على مستوى عالي من الجودة ويتم صيانتها بشكل دوري مشيرا في ذات الوقت إلى أهمية إشغال المساحات غير المستأجرة والتي تبلغ نسبتها حوالي 35% من مجمل المساحات المتوفرة في السوق ونتابع الآن سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع نشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع والبداية مع بورصتنا المحلية فقد أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1526 نقطة وبارتفاع نسبة 0.52% وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 5.488.000 دينار بقيمة إجمالية قدرها 1.022.000 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 68 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداولة اليوم على سنقطاع البنوك التجارية ننتقل المشاهدين إلى غلاقات باقي البورصات الخليجية في ختام تداولة اليوم السوق المالية السعودية أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.08% بيقفال عند مستوى 7859 نقطة بورصة الكويت أقفلت على ارتفاع بنسبة 1.08% بيقفال عند مستوى 6519 نقطة سوق أبو ظبي للأوراق المالية ودبي ومصق تقفلت على نفس الأقفال السابق بترجعات طفيفة في الصعود أم النزل قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الدعوة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتحل ضيف شرف على قمة مجموعة العشرين المقبلة التي تتولى المملكة رئاستها وتسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية وستطلق السعودية بداية رئاستها لمجموعة العشرين في الأول من ديسمبر 2019 الإعلان التفصيلي لبرامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين الذي يسعى لدعم والنمو الابتكار في العالم وتحقيق الرفاهية وتمكين شعوب العالم والحفاظ على الأرض بما يتوافق مع برامج ومبررات رؤية المملكة 2030 نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الإدارة الأمريكية تعلن نشرها إجراءات انتقامية ردا على فرض فرنسا رسوما على شركات الإنترنت الأمريكية أيد مساهم بورصة لندن بأغلبية كبيرة صفقة استحواذ قيمتها 27 مليار دولار على شركة البيانات والتحليلات ريفنتيف في اتفاق يهدف لتوسيع نطاق أعمال التداول في بورصة لندن وتحويلها إلى أحد كبار الموزعين لبيانات السوق وقال دون روبرت رئيس بورصة لندن إن مجلس إدارة البورصة صوت بالإجماع على التوصية باتفاق ريفنتيف لأنه فرصة مقنعة تخدم مصالح المساهمين في الشركة وستصدر بورصة لندن أسهما جديدة بنحو 14.5 مليار دولار لتمويل هذه الصفقة وتحمل صافي دين ريفنتيف البالغ 12.5 مليار دولار هذا وكان نواب البرلمان توصلوا مع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأسبوع الماضي إلى حل توفقي بخصوص الموازنة وأعلن ديفيد ساسولي رئيس البرلمان بعد تصويت بأغلبية كبيرة عن دخول الموازنة حيز التنفيذ وتبلغ قيمة الموازنة الجديدة 153.6 مليار يورو بزيادة نسبتها 3.4% وفقا لبيانات البرلمان الأوروبي ومن الممكن أن يصل الحد الأقصى للموازنة إلى 168.7 مليار يورو لتغطية التزامات طارئة مثل التعهدات التعقدية في العام المقبل رفضت المستشرة الألمانية أنجيلا ميركل استبعاد شركات بشكل مسبق من توسيع نطبق شبكة الاتصالات النقالة للجيل الخامس الفايف جي بعد أن صدق حزب ميركل على مشاركة هواوي في تطوير شبكة الفايف جي الألمانية يأتي ذلك في إطار الخلاف بين برلين وواشنطن التي تطلب باستبعاد شركة هواوي الصينية من المشاركة في شبكة الجيل الخامس في ألمانيا وعن سبب رفضها للاستبعاد المسبق قالت ميركل أن ألمانيا دائما معتمدت على المنافسة الحرة المفتوحة في كل المجالات وأكدت ميركل في نفس الوقت ضرورة رفع مستوى المعايير الأمنية في شبكة الجيل الخامس وننتقل الآن إلى أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستنشر في الثاني من ديسمبر لإجراءات الانتقامية ردا على فرض فرنسا رسوما على المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة وقال الممثل الأمريكي لتجارة إنه على وشك استكمال التحقيق في تأثير الرسوم على الشركات الأمريكية وسيسلم نتائجه في الثاني من ديسمبر بحسب وكلة الصحافة الفرنسية وأوضح البيان أن الممثل الأمريكي لتجارة سيعلن في الوقت نفسه كل إجراء ينجم عن التحقيق ومن الشركات الكبرى التي ستفرض عليها الرسوم جوجل وأمازون وفيسبوك وشركة أبل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة